نروح بقى الموضوع مهم جدا وهو طبعا موضوع منتخب الشباب يمكن اتحاد الكرة بدأ في نوعه يتخذ إجراءات عودة بعثة المنتخب الوطني للشباب من تونس مع استمرار الظروف الصعبة لمشاركته في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية مفروض للشباب 2021 خاطب الاتحاد ووزارة الشباب ورياضة النهاردة الصبح وامبارح الصبح لدعم طلب طيارة خاصة مجهزة طبيا لده وزارة الطيران المدني وده حفاظا على سلامة أعضاء البعثة واستكمال طبعا علاج المصابين من أعضاءها بCOVID-19 أو فيروس كورونا طبعا على أرض مصر وده لضمان رعاية طبية أفضل أبدأ كمان للتحاد استعداده التام لتقطيع جميع تكاليف رحلة الطيران الخاصة بإعادة البعثة وقررت اللجنة السلساء المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد تشكيل لجنة تقصي حقائق لبيان الأسباب والملابسات اللي قدت لعدم مشاركة المنتخب الوطني للشباب على الوجه الأمثل فالبطولة دي ومفروض فعلا تتشكل لجنة تقصي حقائق على النحو التالي إحسين حلمي المستشار القانوني للتحاد عن النحية القانونية والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد عن النحية الطبية والدكتور علاء عبدالعزيز عن النحية الفنية والدكتور مصطفى عزام طبعا مقرر لجنة واللجنة الاستعانة طبعا بمن ترى يعني ممكن ينجز المهمة دي لأن الحقيقة مشكلة كبيرة أحمد وأنا حاسة أنك عايز تقول حقيقة لا هو الحقيقة يعني يمكن في اللحظة اللي هم نكلم حضراتكم فيها بمناسبة خبر اللي أنت بتقوليه عن بعثة منتخب مصر إحنا يمكن ومن تونس في نفس اللحظة اللي هم نكلم حضراتكم فيها وصلت لنا معلومات أنه بعثة المنتخب الوطني للشباب وصلت بالفعل لمطار قرطاج عشان يستقلوا طائرة العودة للقاهرة مرة تانية وبجرد وصولهم بالسلام إن شاء الله لمصر هيتم يعني نقلهم لمستشفى أو لمكان إقامة محل إقامة لعزلهم بشكل كبير عشان نتطمن إن شاء الله بإذن الله على متابعتهم للبرنامج العلاجي وسلامتهم بإذن الله أن هم يخرجوا بألف السلامة طيب خليني أقول بقى تعليقا بس على لجنة تقص الحقائق أنا بعتقد أن احنا أمام حالة إهمال واستهتار بداية من ما قبل السفر إلى تونس يعني اللي احنا وصلنا لي والسيناريو اللي احنا وصلنا ليه بالاستبعاد من البطولة المؤهلة لكاس عم أفريقيا وبالتالي من كاس العالم سيناريو نحسب عليه أو يحسب القائمين على ملف المنتخب الوطني للشباب من القاهرة من قبل ما نوصل تونس ومن قبل ما يتم أخذ المسحة ومن قبل ما يتم إعلان سلبية إيجابية 16 لعب من المنتخب وإلغاء مباراة ليبيا الإهمال طبعا دي صورة يمكن جاءلنا من تونس مباشرة دي صورة لعب منتخب مصر الشباب مقدر تماما 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 حالة الإحباط حالة إحباط كبيرة جدا أنك أنت تبقى رايح تلعب بطولة أو أنت في بداية حياتك وراح تلعب بطولة كبيرة أو عندك حلم كبير جدا أنك أنت تلعب كاس عالم أعتقد أنه حضراتكم لو حطيتوا نفسكم ما كان أي ولد من الأولاد دول والشباب من مصر دول ربيع ياسين يا أحمد يعني قعد سنتين يجهز الفريق ده وعمل شغل قوي جدا ورائع جدا معاهم على الأرض كل هذا المجهود كل هذا الوقت كل هذا وطبعا فيه فلوس والفلوس يمكن أخر همي أهم حاجة طبعا أننا نطمن على الأولاد دول ونطمن على سلامتهم لكن ما حصل ما حدث في تونس واحد من ملفات الإخفاق اللي لابد من محاسبة المسؤولين عنها ونتمنى طبعا وبالتأكيد لجنة تقصي الحقائق هتعلن عن ده وعن المسؤولين على النتيجة المغزية اللي وصل لها المنتخب بدون أن هو يلعب أو يشارك في البطولة أو حتى في مباراة واحدة